الكام يوم اللي فاتوا كام شهر اللي فاتوا وربما الكام سنة اللي فاتوا في حالة ضوضاء في حالة فوضى كل حاجة متلغبطة على مستوى الإدارات على الأجهزة الفنية حتى الجماهير كلنا اللي بنشتغل في الألعاب كل الناس في فوضى الفوضى دي إزاي نعض ونحلها يعني لما أعض مع الكابتن هاني رمزي رجل مسقف لعب كبير لعب لمنتخب مصر لعب في أوروبا أكيد أنا لو أنا مسؤول في الكرة كابتن هاني تعالى والنبي عشان بنفكر نحلها تتحل إزاي ولو بخطوط عريضة يعني أنت بتتكلم على الفوضى العامة في عملية الرياضة والكرة في مصر والجزئية السوشيال ميديا اللي بقت الحية أنا عند دايما للأسف إحنا دايما بناخد حاجة وناخد أوحش ما فيها ونبدأ نكبرها من الرغم السوشيال ميديا ليها حاجات كتيرة جدا جدا ممكن تفيدنا وممكن تساعدنا وممكن تبقى مصدر فرح لنا ولكن للأسف إحنا بناخد منها الأسوأ يعني والناس بتستغلي ده لأن أنت لما بتعمل حاجة وحشة وتلاقي ناس بتسقف لك وبتعمل حاجة وحشة تانية فالناس بتقول لك طب تعال عندنا طب علي السوطة الأكتر طب فأنت بتدي فرصة للناس اللي كانت هادية شوية طب ما نعمل زيه طالما أيوة الموضوع بقى عامل عدوى الحقيقة عدوى للأسف بقى العدوى كده منتشر بشكل كبير جدا جدا قصرت على علينا وعلى ما بين قصيرين الأعلام الرياضي لازم طبعا مهم جدا ومن أهم يعني أساسيات الرياضة أن يكون عندك أعلام رياضي لكن زي ما بقول لك في جزء كده من يعني يعني أقدر أقول الشكل غير المناسب أولا ليه نحن كمصريين أولا والعدوى بدأت تنتشر بشكل كويس ولازم يتحطى حد الكلام دوت الحقيقة لأن الأمور مش هتتساب صعب جدا تحط حلول دلوقتي لكن دايما بقول لك الحلول موجودة لما يكون عندك مشكلة الناس المسؤولين يعودوا والله إحنا فيه عقوبات واحد اتنين ثلاثة وهيتطبق على أي حد الجزء ده مهم جدا جدا أنك تطبقه في أي مشكلة قبلك لو أنت شايف فيه خلل في حتة طب الخلل ده جاي من إيه فيه قوانين مش مظبوطة فيه لوايح مش مظبوطة الكلام ده جزء كبير جدا من الحل اللي هيكون قدامك يعني مش هتحل 100% أكيد لكن أكيد هيبقى الحل يوصل لـ 50-60% هكون صريح معاك بشكل أكبر يجي يقول لك مثلا ما هو العقوبة دي لو خدها الأهل للأهل هيزع لو العقوبة دي خدها الزمالك الزمالك هيزع لو الإسماعيل لو مصر مين ده المتخذ القرار سواء ربط أو تحقق المسؤول عن القرى طب هو متخذ القرار دوت الراجل المفروض صاحب قرار وطالما هو متردد في موضوع إنه هو آه طب ده هزعل ده ده هزعل ده فيعتقاد الشخص لا ويبقى لازم فيه مسؤول صاحب قرار يتاخد وصدقني لما يكون القرار عادل ومعروف إن دوت عمل كذا فده عقبته كذا موضوع خلاص موضوع لا يعليجي أنا زي العقوبة اللي جنبي فخلاص لكن لو عقوبة اللي جنبي غير ما تعاقبني حيب عندي مشكلة بالضبط فهي المشكلة إنه صاحب القرار لازم 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 صاحب قرار هو صاحب قرار ازاي يعني هو صاحب القرار لازم يكون عنده الشجاع وعنده القدرة على تنفيذ القرار وتدعياته ومفروض هو ما هيبسط لهاش صح أنا مش هبس ده السوشال بوك وحيقوله إيه ده وده هيقول إيه لا الموضوع طالما شايف صح وحاطت قراره صح الموضوع منتهي اشتركوا في القناة